اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل البداية من مقال الكاتب طارق الجبوري من موقع كتابات بعنوان ما الذي قدمته مجالس المحافظات في وقت تجري فيه الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في كنون أول المقبل من حقنا كمواطنين أن نسأل ما الذي قدمته مجالس المحافظات سابقا وهل إعادة الحياة لها بعد قرار حلها في 2019 استجابة انتفاضة تشرين الخالدة يسهم في انصاف المحافظات ومن المستفيد من إعادتها ولماذا إن واقع حال الساحة العراقية يؤكد بما لا يقبل الشك بأنه من غير تغيير جذري لا يمكن توقع لا مجالس محافظات لب تطلعات المواطنين ولا مجلس نواب ولا حكومة ولا أي سلطة أخرى تكون بمستوى تضحيات شعبنا وتعبر عن حد أدنى من مطالبه المشروعة وأولها عودة العراق معافا من سموم المحاصصاتية التجربة السابقة لهذه المجالس سيئة لهذا طالب الشعب من خلال أبطال انتفاضة تشرين في 2019 بإلغائها غير أن أحزاب السلطة وكما هي عادتها استسلمت في البداية ووفقت مرغمة على حل هذه المجالس ثم وبعد حوالي سنتين تقوم بحملة لإعادة هذه المجالس وبنفس الصيغة في تحدي سافرا لإرادة الشعب لذلك فإن فرص المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضعيفة جدا غير أنها ستعود بالتزوير لنسب المشاركة في الانتخابات ونتائجها على حد سواء وكما قلنا فإن تجربة مجالس المحافظات بصيغتها المحاصصاتية وبرواتب أعضائها وامتيازاتهم فاشلة بكل المقاييس ولا يستطيع أي من أعضائها الادعاء بأنها قدمت أي خدمة للمحافظات إذن فمن المستفيد من إعادتها بهذه الصيغة؟ والجواب بسيط إنها أحزاب السلطة وليس سواها لتقوية حيمنتها وفرض إرادتها اللاوطنية على المواطنين إلى مقال آخر للكاتب علي حسين يقول فيه هل يمكن لشخص يحكم بسلطات مطلقة أن ينجو من الفساد الذي تولده هذه السلطة المطلقة نفسها؟ هذا السؤال ظل يؤرق ماركيز لأكثر من عشر سنوات فأراد أن يجيب عليه من خلال رواية خريف البطريارك التي أراد أن تكون صفحتها كلها جوابا على سؤال من هو المستبد؟ يقول ماركيز لصديقه يلينيو منذوزا ما من مستبد يمكنه أن يحكم إن لم تكن هناك بطانة تهتف لكل فعل يقوم به لا تنظر إليه إلا عبر صورة رسمتها له على رغم تناقضها الكلي مع صورته الحقيقية عند الناس ويضيف الكاتب حاشية المسؤول أو السياسي لا تجد نفسها إلا وهي تدور حول فلك القائد الملهم ويستبد بها الحماس أحيانا بأن تطالب باستنساخ هذا القائد في ظل هكذا مقربين وساسة تصبح السياسة في العراق كأنها أوراق مثناثرة من كتاب الأمير ليمي كافيلي كل واحد يريد أن يصبح جزءا من نظام تسلطي نظام لا مكان للبسطاء فيه إلا بالشعرات والخطب وراء المايكروفونات فلا واجبات ولا مسؤوليات تجاه هذا الشعب بل منة إذا تنازل المسؤول وتمشى وسط حماياته في أحد الشوارع ومنة إذا تواطع وتحدث مع الناس عبر سياج من الحمايات المدججين بالسلاح ومنة إذا تكرم وحضر اجتماعا للبرلمان ليناقش قانونا يهم الملايين ومنة إذا وافق أن يصافح المختلفين معهم في الرأي في بلد المستبدي الجميع يقاتل على حقائب مليئة بالمناصب والغنائم وفي هذا التهافت ينسون أن هناك شعب يعيش على حافة الخطأ في العراق اليوم تتحول الدولة إلى حلم للمنتفعين والانتهازيين والسراء ممن يجدون مصلحتهم في مغارة علي بابا إلى مقال أو موقع صوت العراق ومقال موسع بعنوان سد الموصل وتحديات المستقبل المنظور للكاتب عادل جميل يقول فيه إن الهدف من كتابة سطور مقالي ليس لإثارة الفزع عند سكان وادي الرافدين بل لحث المسؤولين على توخي الحذر والتحسب لأسوأ السيناريوهات والتحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية عند التعامل مع معضلة سد الموصل ويضيف الكاتب لعل الفاجعة التي حصلت في ليبيا الجريحة تشكل نقوص خطر لما هو متوقع حصوله في وادي الرافدين وإن حصل لا سمح الله وانهار السد بعمل تخريبي أو غيره عندها ستكون خسائر ليبيا الشقيقة مجرد بروفا لتقارن بما يصيبنا من مصائب لا يتخيلها عقل أي أحد مشكلة سد الموصل لا تكمن في طبيعة الأرض التي شيد عليها فقط بل هناك خلل بنيوي يعرفه الجميع هو استخدام مادة الجص بدلا من الخرسانة المسلحة في أساسات السد ومادة الجص سريعة الذوبان وتتطلب الحقن المستمرة بمواد خلسانية لمنع التشاققات المستمرة في جسم السد وخصوصا في أساساته ولا أدري إن كان هذا خطأ مقصودا من قبل الشركات المصممة للسد وقد تنبهت السلطات العراقية مطلع التسعينيات من القرن الماضي للخطأ البنيوي في تصميم سد الموصل وبدأت فعليا ببناء سد بادوش وقد صمم هذا السد ليكون حين انتهائه مديلا عن سد الموصل المهدد بالانهيار ولكن سرعان ما توقف العمل في هذا السد لأسباب اقتصادية معروفة وهناك حقيقة مقلقة أخرى تبرز على السطح عند مقارنة الطاقة الاستيعابية لسد الموصل وسدود درنا وبمقارنة الطاقة الاستيعابية لسد الموصل التي تزيد على 11 مليار متر المكعب وأكرر مليار وليس مليونا كما هو القياس بالسدود الليبية أي أن حجم الكتلة المائية في سدود درنا لا تساوي سوى واحد من ألف من الكتلة المائية المحشورة في سد الموصل ولك أن تتخيل حول الدمار المتوقع عند انهيار السد وانفلات المياه نبقى مع الكاتب عد الجميل حول مخاوف انهيار السد الموصل حيث يقول لا بد من التنويه بأن الخوف والهلع عند الكثير من المهتمين أمر طبيعي ومشروع ومتوقع وخصوصا بعدما حل بليبيا الجريحة من كوارثة سببتها سدود صغيرة لا تقارن بسد الموصل العملاق إضافة إلى ما تقدم تجدر الإشارة بأن إجراءات الحكومة وتأكيداتها على سلامة السد لا تحظى بثقة عالية من قبل طبقة واسعة من أبناء الشعب العراقي الأبي لذا على الجميع المعنيين العمل بما استطاعوا من قوة لطمأنة الناس والحفاظ على أرواح وممتلكات البشر من المتوقع أن تتحمل العبء الأكبر من أهوال الطوفان مدينة الموصل وضواحيها وبيجي وتكريد وبلد والدجيل وسامراء ومن غير المستبعد أن يصيب هذه المدن أضعاف ما أصاب مدينة الدرنة من أهوال ودمار وأكاد أتفق مقرها مع التقارير التي تحذر من أن خسائرنا ستتجاوز المليون ضحية عند انهيار سد الموصل ما العمل إذن؟ هل نردم السد؟ بالتأكيد هذا حل غير منطقي وغير مجد فعند ردمه سيتسبب في حدوثه في أضانات عارمة كل شتاء وكل ربيع ولتفادي المخاطر وتقليل الخسائر والبحث عن بدائل لا بد للمشرع والمصمم من التمحيص بالمقترحات التالية أولاً يتوجب خفض مناسب المياه في سد الموصل إلى أقل من النصف أو الربع خصوصاً في موسم الأمطار وذوبان الجليل تحوطاً لما تسببه الكتل المائية الحبيسة منتقل هائل ربما يؤدي إلى تشققات وتصدعات غير محسوبة يصعب السيطرة عليها ثانياً لأن سد الموصل أصبح هدفاً مغرياً لعداء العراقي من إرهابيين ومرتزقة لذا يتوجب وضع رقابة أمنية قصوى على مدار الساعة على سد الموصل علقت صحيفة فينينشال تايمس افتتاحيتها على كارثة الفيضانات في ليبيا قائلة إنها كانت في جزء منها من صنع البشر ودعت القوى الغربية لدعم جهود تحقيق الاستقرار في هذا البلد فعندما تقدم أسار دانيال فوق البحر المتوسط باتجاه الساحل الشرقي لليبيا كان لدى المسؤولين المحليين العديد من التحذيرات فقبل أيام تسبب الأسار بفيضانات في اليونان وتركيا وبولغاريا وغرق فيها أعداد كبير من الناس وفي ليبيا لم يكن أحد مستعداً لحجم الكارثة التي كانت على وشك الوقوع ففي الوقت الذي سقطت في لمطار الغزيرة وهبت الرياح العاصفة على المنطقة انهار سداني على تلال فوق درنة وقذفا بالسيول التي اخترقت قلب المدينة ولا يعرف إلى الآن العدد الحقيقي للضحايا الكارثة كانت ستشكل تحدياً لأي دولة أما ليبيا فلا دولة فاعلة فيها بل فصائل سياسية متنافسة فاسدة بشكل لا يصدق وتدعمها ميليشيات مسلحة وأدت في العقد الماضي لانقسام البلد بين الشرق والغرب وعليهم تحبل المسؤولية الأكبر عن المأساة التي وقعت على الليبيين الذين يعانون منذ وقت طويل وقد حصل الضرر الأكبر بسبب انهيار السدين الذين كانوا في وضع متهالك وبحاجة لصيانة جذرية وحذر الخبراء لوقت من المخاطر التي يمثلها السدان لو لم يتم النظر فيهما وصيانتهما وقبل عامين حذر تقرير من وكالة الرقابة في الدولة من أن الصيانة لم تحصل رغم تلقي السلطات المحلية مليوني دولار في الفترة ما بين 2012 و2013 للقيام بالأعمال اللازمة وحذرت ورقة بحثية نشرتها مجالة ألمية بجامعة ليبية نشرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي من التصدعات في السدين والتداعيات الكارثية لو انهارا الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بلا جدران تلقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارعوا أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أعلنت جوجل برنامجها بارزا القائم على الذكاء الاصطناعي باستطيع الاتصال بخدمات أخرى توفرها الشركة كالبريد الإلكتروني ويوتيوب والخرائط في خطوة جديدة ضمن تسابق شركات التكنولوجيا في هذا المجال وأوضح بيان للمجموعة الأمريكية على سبيل المثال إذا كان المستخدم يخطط لرحلة إلى جراند كاميون يمكنه أن يطلب من بارد جمع التواريخ التي تناسب الجميع في البريد الإلكتروني جيميل والبحث عن رحلات طيران وفنادق والتحقق من المسافة بين الوجهة والمطار في خرائط جوجل ومشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب عن الأنشطة المتوفرة هناك مضيفة أن كل ذلك يمكن أن يتم في المحادثة نفسها وتتيح نقرة جوجل ايت الجديدة للمستخدم مقارنة نتائج التي وفرها بارد بتلك الموجودة عبر محرك البحث جوجل عن الموضوع نفسه وإبراز أي اختلاف بين نتيجتين إن وجد حذرت دراسة سويسرية من أن التخلي عن تناول الشوكولاتة قد يسبب حدوث مضاعفات صحية غير محمودة فقد اظهرت أن الأداء الإدراكي للأشخاص المقللين في تناول الشوكولاتة أو الذين لا يتناولونها نهائيا يكون ضعيفا واضفت الدراسة بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة السويسرية بأنهم قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم لدخول المستشفى بسبب قصور وظائف القلب إلى جانب ارتفاع معدل الوفيات في أوساطهم ونشرت الدراسة في المجلة الطبية السويسرية هذا وجاء فيها أن الباحثين توصلوا إلى أن التأثير الأكثر ملاءم للشوكولاتة يكون عند تناول لوحين إلى ستة ألواح منها أسبوعيا ويرى الباحثون أنه من المحتمل أن يكون للشوكولاتة تأثير إيجابي على وظيفة بطانة الأوعية الدموية ويضمن أداء البطانة الجيد بقاء الأوعية الدموية مرنة وقابلة للتوسع والتي بدورها تنظم ضغط الدم ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب من يعلم فكل شيء جائز الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف اختاروا دانيال من هو من هو هو نبي عمري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من صد الأقلام دائما وأبدا ظلوا في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر